داخل النادي الاهل او بوضوح رسالة لكابتن محمد رمضان وبقول اشهادة للجميع كابتن رمضان لا بيهمه منصب ولا بيهمه فلوس ولا بيهمه حاجة كابتن رمضان بيهمه النجاح وبيهمه الاحترام وبيهمه ان الامور تسير على افضل ما يكون وعايز اقول لكم حاجة يعني ان الراجل حتى هذه اللحظة كل شوية بيقعد مع حد بتاع يعني مسموه ايه تنمية بشرية او بيفضل عشان كل شوية شوف الدنيا ماشية ازاي وان انت تسير العصر ازاي والامور تمشي ازاي عشان كل شوية يفضل متجدد والرجل انها لائحة كافضل ما يكون وانا هنا اعتقد في مداخلة مع الكابتن رمضان كان قال لي ان انا بفكر ان انا اجيب مدير كورة وانا اتفرغ للمدير الرياضي لكن الان هذا الامر مؤجل هذا الامر مؤجل يمكن ثلاث شهور يمكن اربع شهور يمكن شهرين يمكن ان يؤجل لاخر السنة لانه سيقوم بمهام مكاملة كمديرا للنشاط رياضيا وكمديرا للكرة ده مهم لانه خلاص تعرفوا على بعض هو واللعيبة والدنيا ماشية بشكل كويس وهم حقيقي حابين رمضان حابين محمد رمضان لانه الراجل فير وواضح وصريح وامين فما عندوش مشاكل خالص يمكن في البداية كان في بعض التصرحات كان بيبقى اصرح من اللازم فدلوقتي قال لك لا خلي الامور تمشي بهدوء شوية لكن بقت في حالة جيدة بينه بين اللعبة فاضل بس يتم ترجمة هذا الامر على ارض الواقع زي مباراة الاهلي والعين زي مباراة الاهلي والزمالك في الامارات الشوت الاول زي مباراة الاهلي وسراميكا الشوت التاني وهكذا موسيقى